على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وتحرير المحافظات من سيطرته إلا أن ملف النازحين والمهجرين ما زال من أكثر الملفات الشائكة والمعقدة لأسباب عدة تحول دون حسمه بشكل نهائي وفي محاولة للوقوف على الأسباب الحقيقية لعدم عودة النازحين والجهات المستفيدة من وجود مخيمات النزوح سيما في محافظة ديالا تتجلى مشكلتين خطرتين الأولى تتمثل بسطوة الميليشيات على بعض المناطق واستغلالها لنفوذها بمنع عودة العوائل إلى مناطقها وإجبارها على البقاء بالمخيمات والثانية تتمثل باستمرار النزاعات العشائرية في المحافظة محافظ ديالا مثنى التميمي أكد أن ملف العودة الطوعية للنازحين شهد تقدما كبيرا لولا النزاعات العشائرية التي تشهدها المحافظة بين فترة وأخرى فضلا عن عدم إعادة إعمار المدن المحررة من التنظيمات الإرهابية حقيقة جيد ونالك نسبة وسيطة لم نستطع إعادتها إلى مناطقها بسبب الخلافات العشائرية وبسبب قسم من مناطقنا لحدنا المدمر بالكامل من جراء العمليات العسكرية ومن جراء عمليات داعش ونتيجة لتفاقم أزمة النزاعات والخلافات العشائرية عقدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جلسة تشاورية بين عشيرتي شمر وبني زيد في مقر مجلس محافظة ديالا لتقريب وجهات النظر وتفعيل المصالحة المجتمعية بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإنهاء الخلافات وتحقيق المصالحة الوطنية بما يضمن سد جميع الثغرات أمام الإرهاب وإغلاق مخيمات النزوح في المحافظة كان لنا لقاء مع عشيرتين موجودة في ناحية كنعان من أجل التوصل إلى محضر الصلح بينهم من أجل عودتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية حقيقة نحن كوزارة مهجرين داعمين وبشكل كبير لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق وكذلك جديين جدا من ناحية التعامل بشكل متساوي مع كل الفئات الموجودين في محافظة ديالا لغرض منه والهدف الأساسي للوزارة هو العودة الطوعية إلى مناطق سكناهم ومع تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة والعمل على تهيئة كافة الإجراءات والاستعدادات لنجاحها يبقى ملف النزوح في عموم مدن العراق هو التحدي الأبرز أمام الحكومة لضمان العبور إلى مرحلة جديدة تنسجم مع تطلعات العراقيين بمستقبل أفضل فمتى سيحسم هذا الملف الحساس؟